موسيقى ناقشة الواشة الإقليمية السابعة لرابطة علماء ودعاة وآمة دول الساحل بالعاصمة الغنية كوناكري أهم ما تعاني منه المنطقة من انتشار التأويلات الخاطئة للإسلام المغذية للتطرف العنيف ودور المرجعيات في التصدي للأفكار الهدامة شاهدين أهلا بكم نتوقف عند هذا المشهد لنناقشه من زويتين ما هي خلفيات انتشار الأفكار المتطرفة وما تفرزه من أزمات بمنطقة الساحل الإفريقي؟ وأي دور لرابطة علماء دول الساحل والمرجعيات الدينية في صد الفكر الراديكالي؟ مزيد من الإضاءات في تقرير وليد بوزح فبنفتح النقاش أفكار هدامة وتأويلات خاطئة للنص القرآني من العوامل التي ساهمت في بلورة فكر تطرفي بالساحل الإفريقي فكر دخيل على المنطقة أوجد تربة خصبة وملاذا آمنا لتنامي نشاط التنظيمات المتطرفة مسلحة كالقاعدة في بلاد المغرب الإسلامي جماعة أنصار الدين بشمال مالي وبوكوحرام بنيجيريا وما زاد من تعقيد الوضع أزمات اجتماعية واقتصادية وضعت أغلب دول الساحل في خانة الدول الفشلة انتاج خطاب مضاد للإديولوجيات المتطرفة وتجفيف منابعها بالتكوين التربوي والثقافي هو ما تدعو إليه رابطة علماء ودعاة وأئمة دول الساحل منذ تأسيسها عام 2013 بمبادرة الجزائر التي تحاول تصدير خبرتها للحد من تنامي هذا الفكر بدول الجوار وتأتي الورشة الإقليمية السابعة لرابطة علماء دول الساحل بالعاصمة الغنية كوناكري كخطوة إضافية ترمي إلى إيجاد آلية فعالة للتصدي للراديكالية وفي هذا الاتجاه تركز توصيات الورشة على تكوين الدعاة والأئمة في مكافحة الإرهاب وتطرف الديني وترقية التربية الدينية وقيم الإسلام عمل الرابط لا يكفي من دون تنسيق فعال مع المدارس القرآنية والزوايا مرجعية تسعى إلى تصويب فهم النص القرآني خصوصا ما يعرف بآيات الجهاد توحيد المقاربة وتنسيق إقليمي لدول الساحل من شأنه قطع الطريق أمام الراغبين لركوب حصان الطروادة لمآرب أخرى موضوع حلقتنا اليوم نناقشه مع الأستاذ دريس شريف أستاذ العلم السياسية وبالمدرسة الوطنية العليا للصحافة أهلا بك أهلا بك وشكرا على قبولكم الدعوة كما وجهنا الدعوة إلى الأمين العام السابق والمستشار برابطة علماء ودعاة وإمة دول الساحل يوسف مشرية الذي لم يلتحق منها نبدأ بالمحور الأول أستاذ دريس شريف من خلفية انتشار الأفكار المتطرفة وما تفرزه من أزمات بمنطقة الساحل هذه المنطقة التي أصبحت اليوم تعاني من التهديد الإرهابي وفي هذا الصدد يشير المركز الإفريقي لدراسات حول الإرهاب أن التهديد الإرهابي هذا أصبح أهم شيء بإفريقيا يجب أن نركز عليه برأيكم ما هي الأسباب التي أدت إلى ظهور التوجه الديني الراديكالي في هذه المنطقة بالذات عادة عندما نحاول أن نفهم مرض أو الأسباب الخافية والمعنى التي تربط وراء انتشار هذه الضائرة نلجأ إلى تقديم بعض الأسباب أولا أسباب اقتصادية واجتماعية الفقر البطالة العوز يعني الأوضاع أزمة اقتصادية صعبة أزمة اقتصادية صعبة وما إلى ذلك وكما نعلم فأن هذه المنطقة خاصة في دول منطقة بينها النيجر تشاد وموريطانيا والمالي هي صلفة تصلف من أكثر الدول فقرا في العالم حيث من حيث يعني مؤشرات المنظمات العالمية خاصة من حيث التنمية البشرية وما إلى ذلك قد يكون هذا مدخلا يمكن أن يؤخذ به ويدرج كأحد الأسباب التي تفسر لكن هذا ليكفي لوحده لأن ربما قد يكون هناك أطراف أفراد يعيشون في حياة يعني مريحة نوعا ما لكن نرى أنهم لهم قابلية لهذه الأفكار ما يسمى الراديكالية وهذا الأساس قد تكون هناك تداخل بعض من عوامل داخلية لها علاقة بالمنطقة بالمنظومة المجتمعية وعوامل من خارجية خاصة أن منطقة الساحل كانت لسنوات عدة أرض خصبة لنشر أفكار قادمة مرجعيات دينية خاصة من دول خليج من خلال تمويل بعض المدارس تمويل بعض البعاتات الدينية وما إلى ذلك تقصدون أن هناك ربما عامل خارجي يعمل لتغذية هذه الأفكار المتطرفة؟ لا هي العامل خارجي له دور خاصة ربما أنه في بادي الأمر كانت عبارة عن بعاتات دينية تمويل مدارس قرآنية وما إلى ذلك لكن أخرجت هذه المهمة هذه الأهداف أخرجت عن سياقها وتحولت نظرة معينة عن الإسلام يعني نظرة متشددة عن الإسلام وهو ما جعل أنها ربما تكون في هذه المنطقة الفقمالية يجعل أنها أرضية خصبة لهذه الأفكار نهيك عن أنه الآن في إطار ما يسمى العولمة في إطار تدفق ما يسمى المحتويات الإعلامية والمحتويات التقافية يعني ما من شك فيه أن تكون هذه المنطقة أسوة بالمناطق الأخرى يعني أرض خصبة لانتشار هذه الأفكار المتطرفة التي تأتي من مناطق أخرى هل ينظر إلى تسييس الدين كأحد العوامل الرئيسية؟ تسييس الدين يعد من بين العوامل الأساسية لماذا؟ يعني ما هي أثار؟ لأنه علينا أن نفرق بينما يسمى الإسلام السياسي ربما الوقت لا يسمح لأن نعود إلى جدور ظهور الإسلام السياسي وما إلى ذلك وتوغوله المجتمعي وما إلى ذلك لكن يكفي أننا في بعض الأحيان علينا أن نفرق بين التيارات الإسلاموية التي تسيست نشاطها لكن لم تلجأ إلى العنف كأحد وأساليب تحقيق أهدافها وبين التيارات أخرى التي أعطت قراءة خاطئة على أن التطبيق الشارعي الإسلامي يكون بالقوة ومن ثمة هذا الفكر التطرف هو الذي حاول أن يتوغل في مناطق عدة سواء في شرق الأوسط سواء في آسيا بل في شمال إفريقيا وحتى في منطقة الساحل الإفريقي يا جماعات داخيلة يعني نحن معروف أن هذه المنطقة معروفة بتوافق مرجعياتها الدينية قد تكون داخيلة بطبيعة الحالة صحيح أنه كما قلت أن محركة تنقل الهجرة وما إلى ذلك الآن في إطار العولمة وما إلى ذلك تدفق تكنولوجي أصبحت هذه الأفكار ما يسمى المتطرفة هذه النظرة الخاطئة عن العمل عن الإسلام وعن العمل السياسي في إطار الإسلامي خلقت ملاذا آمنا للجماعات الإرحابية يعني أصبحت الآن وكأن الخطاب هذا الخطاب لبعد هذه التوجهات وهذه التيارات على أن الوصول لتحقيق هذا الهدف يكون عبر استخدام القوة بمعنى الإنقلاب ضد الحاكم هذه استخدام العنف ربما هناك أيضا عوامل أخرى هناك امتقادات وجهت لحكام دول الساحل لغياب استراتيجية موجهة ومكيفة للتصدي لهذه الطيارات الراديكالية ربما غياب هذه الاستراتيجية هي التي مكنت هذه الطيارات المتطرفة من اقتحام المجال السياسي وربما زعزعت استقرار هذه الدول حول هذه النقطة لما نتحدث عن غياب استراتيجية نتحدث عن ضعف هذه الدول نحن لا ننسى أن الدول في هذه المنطقة من أفقر الدول في العالم يعني تعيش حالة اقتصادياً اقتصادياً اجتماعياً في المجال السياسي في المجال السياسي دولة هشة ومطارحة إشكالية الشرعية وما إلى ذلك نعود إلى مسألة بناء الدولة في هذه المنطقة خاصة في إطار تفكيك الاستعمار ونزع الاستعمار وحصول هذه الدولة للإستقلال يعني هذا الضعف السياسي الضعف البناء المؤسساتي في حد ذاته قد يكون أحد الأسباب المفسرة على أن هذه الحكومات لم تولي أهمية لهذه المسألة بمعنى همشتها ربما لأسباب قاهرة موضوعية في غياب لأنه هذه تطلب موارد بشرية موارد مالية معتبرات تجعل أننا نستطمر في الفرد ومن ثم تناهيك عن قضايا أخرى لها علاقة بالرشوة علاقة بالفساد وعلاقة بطبيعة الوصول للحكم جعلت أنه قضية ما يسمى التربية من تنشئ الفرد الإفريقي تنشئت ما يسمى مناخ وبيئة يعني تكون التعايش مع هذه المسألة الدينية بطريقة هادئة بطريقة سليمة وما إلى ذلك فتح الأبواب على مصرعها أمام أطراف الأخرى تستغل هذه الأرضية هذا المكان الشارع وتنبث أفكارها وتوجهاتها هذا ما ذكره وزير الدولة الغينية الذي قال إن السلمة والأمن والاستقرار عناصر للتنمية وموارسة الدين يعني هل مقاله هذه مفاتيح لغلق الباب أمام تغلق الفكر المتطرف في النسيج الاجتماعي بمنطقة الساحل؟ قد تكون أحد المفاتيح بمعنى التنمية لأن هناك علاقة جدالية بين استقرار سياسي واستقرار الاقتصادي من هو أولى الأطراف متكاملة فيما بينها هي التنمية الاقتصادية المساعدة وما إلى ذلك حوكمة سليمة العدالة الاجتماعية الديمقراطية كفيلة بأن تخلق الأرضية لأن يكون هناك استقرار الاقتصاد لكن هذا لا يكفي لوحده لأن هناك ما يسمى عمل في المنبع بمعنى عمل في المنبع يقوم أن ستنفي إعادة نظر في المقرارات المدرسية من حيث التربية حيث في المدارس وما إلى ذلك البرامج الدراسية وما إلى ذلك تبدأ حتى في الطور الابتدائي إلى الطور الجامعي أننا نعيد أولا أن ننشر تقافة ما يسمى التسامح وتسلم بمعنى الإسلام الصحيح هذا من جهة أخرى نعيد النظر حتى في هذا فقط سأعود إليه في المحور الثاني نبحث عن الحلول فقط أريد أن أعود إلى أصابع الاتهام التي تتجه نحو العوامل الخارجية كيف ممكن أن نشرح كيف استطاعت هذه العوامل الخارجية أن تغذي الفكر المتطرف في هذه المنطقة؟ ضعف الدول ضعف الدول يعد بين الأسباب الرئيسية عندما تجدون أمامك دول ضعيفة دول هشة دول فقيرة يعني لا تمتلك المقومات التي تمتلكها دول أخرى نحن لسنا هنا أمام ما يقال هناك حتمية معينة أن هذه الدول الشعوب ما قالوها لعيشوا في التخلف ما هي الأهمية الاستراتيجية لدول الساحل؟ يعني الأهمية الاستراتيجية لدول الساحل هو أنها رابطة بين الشمال إفريقيا وإفريقيا شبه السحراء هذه أول هناك صحيح ما يسمى هناك موارد طبيعية من دهب من إيرانيوم من الماس وما إلى ذلك قد تكون هي كطرق وصل بين فيطان ما يسمى استراتيجية طاقوية على غيران ما يحدث في الأنبوب الغازي بين من نيجيريا إلى أوروبا الذي عبر الجزائب قد تكون هي بوابة إلى دول أخرى على غيران ما يسمى المحيط الأصلصي بم خليج غينيا أكثر يعني لها مقومات لكن هناك نقطة مهمة وهو أعود إلى ما قلته هو أنه الضعف السياسي والمؤسساتي في هذه الدول هو أن فتحة الأبواب قد تكون أنها أرضية خاصة أن هذه الدول تعيش تقريبا بفضل المساعدات الخارجية هذه المساعدات خاصة بعض الدول التي تغتني من الفرصة تريد أن تنشر بعض أفكارها من خلال بغطاء ما يسمى إنشاء مدارس وما إلى ذلك قد تجعل أن هذه الدول يعني مطيت لها لتحقيق السراتيجيات خاصة في إطالة ما يسمى في إطالة تغلغ الديني لكن دو أبعاد اقتصادية والسراتيجية شكراً سنودي إلى دور رابطة علماء دول الساحل في المحور الثاني لكن بعد هذا الفاصل فاصل ولنعودها أهلاً بكم من جديد في خلف المشهد نناقش في جزئه الثاني فعالية دور رابطة دعاة وعلماء وآئمة دول الساحل في التصدي للأفكار الراديكالية وتطرف العنيف بمنطقة الساحل الإفريقي لكن قبل هذا نتابع عرضاً حول الرابطة اشتركوا في القناة أستاذ دريس شريف نعود إلى النقاش طبعاً رابطة علماء وآئمة دول الساحل تواصل نشاطها التوعوي منذ إنشائها منذ سنة 2013 وهي تعتمد طبعاً على الخطاب الديني المعتدل والوسطية برأيكم ما هي الأدوات التي يجب أن يستعملها اليوم العلماء والدعاة والآئمة في القضاء على التعصب الديني يعني في اعتقاد أن هذه العملية عملية صعبة ومعقدة وتكمل ما يسمى العملية السياسية الأمنية العسكري ومن موجهة نظري أصعب العمليات لأن الإشكال هنا يتعلق بإقناع الفرد بأنه تغيير نظراته إلى الإسلام إلى الدين وهل يجب أن نستخدم العلم في الوصول هذا في اعتقادة أصعب شيء خاصة الشباب الذين يجندون اليوم في المنطقة يعني هذا ما يسمى فيطار ما يدخل ما يسمى العملية المارينة ما يسمى هناك العملية الصلبة في إطار العمل العسكري العمل الأمني للتنسيق الاستخبارات وما إلى ذلك وهذا أمر مهم هذا العمل جاء ليكمل لأن العمل السياسي والعسكري الذي لوحده لا يكفي لا يكفي الآن في إطار هذه الرابطة واعتقد أنها مبادرة جيدة وإيجابية أرى أنه كان الأصل هو أنه تنشأ قبل سنوات قبل هذا لكن كما يقال نجام الخطاق تغيير فيها الآن من حيث الوسائل أتسأل هل لهذه الأهداف التي سطرتها هل تملك الوسائل وإمكانيات لتحقيق هذا الهدف لأن إقناع الفرد بالتخلي عن العنف أصعب من ربما استخدام القوة العسكري هنا يجب تركيز على ماذا؟ قيم التسامح؟ التركيز على قيم الاعتدال ما يسمى تفكيك الخطاب الراديكالي تفكيك الخطاب الراديكالي توضيح ما هو الإسلام الحقيقي ما هو الإسلام الحقيقي في إطار ماذا؟ في إطار المساجد؟ المدارس؟ هناك المساجد أولا هناك المدارس لا أقول فقط المدارس القرآنية بل حتى المقاررات المدرسية في الأطوار الثلاثة في الطربية في الابتداء حتى في العائلة نعلم الأطفال قيم التسامح الإسلام الحقيقي يعني قدر الإمكان عن بعض الأحداث بعد الغلوف الخطاب الديني ما هي الفضاءات التي يجب التعويل عليها على غرار المساجد والمدارس هنا الإعلام الإعلام كيف ذلك؟ الإعلام بحيث أولا ننظم حصص توعاوية وطربوية خطب دينية توعاوية وطربوية ندوات فكرية ندوات فكرية المساجد تنفتح كثيرا على المجتمع نذهب إلى المجتمع إلى الشباب في طار تحسيس ما يسمى توعي عمليات تحسيسية توعاوية عبر وسائل الإعلام توظيف وتجنيد وسائل الفضاء الافتراضي لأنه الآن الفضاء الافتراضي أصبح السلاح دو حدين أرضية خصبة لبعض الأطرف التي تريد أن تنشر الأفكار المتطرفة والأفكار الهدمة بالأخطر من ذلك تجنيد عناصر لهذا الشباب قد يستخدم هذا الفضاء لعكس المعادلة بمعنى لتفكيك هذا الخطاب لكن بطريقة داكية حتى نقنع الشباب بأن ينقون أنفسهم عن هذا الأطرف لكن أقول الآن هيئة العلماء وما إلى ذلك يبقى توقف على مدى إرادة الدول فيه وضع كل إمكانيات اللازمة لهذا لأنه لا يكفي أعود وأكره قد نقضي على الظاهرة الإرهابية الظاهرة الراضيكالية عسكارية السياسية لكن من ناحية الفكر من ناحية المخيال التصور هذا هو أصعب شيء طيب لكل بلد من البلد الأعضاء في دول الساحل تجربتها الخاصة في مكافحة العنف الديني والإرهاب كيف أو ما هي الطرق التي ستساعد هذه الدول على تقاسم تجربتها في هذا المجال لسيما أن الثقافة تختلف من دولة إلى أخرى وطبعا الوضع الاقتصادي والاجتماعي كل شيء يختلف كيف يمكنها أن تشارك بعضها في تجربتها الخاصة الدول الأوروبية تختلف فيما بينها لغوين تقافين تاريخين وما إلى ذلك لكن هذا لم يمنع من أن تبني بجسم سياسي اقتصادي أمني متكامل إلى حد ما الآن بين الدول في شمال إفرقية صحيح هناك اختلافات لغوية اختلافات عرقية إثنية وما إلى ذلك لكن هناك قواسم مشتاركة بمعنى على هذه الدول أن تعمل على ما يسمى خلق فضاء لتتمين التجارب المشتاركة بمعنى ما هو مشتارك بينهم هو أنه إن كان سينغالي موريطاني جزائري تونسي شادي ومالي وما إلى ذلك هذا لا يمنع بغض نضع الفروقات أن تكون هناك أرضية مشتاركة أن يتفق على مرجعية دينية وإن اختلفت المرجعية بين مالكي حنبالي شافع وما إلى ذلك فهذا لا يمنع على أن تكون هناك قواس المشتاركة أولها هو أنه جعل أن الإسلام ليس الدين وعنف كيف يمكن للزوايا أن تلعب هذا الدور الزوايا تلعب الدور من خلال أول إقحامها يعني هي التي تحاول أن تقحامها وتلعب دور من خلال سواء عبر وسائل الإعلام عبر تنظيم ورشات توعاوية لفهم لشرح الإسلام الصحيح الذهاب إلى المواطن لتقناعه وما إلى ذلك في إطار ما يسمى نزع كل ما يسمى التوجهات الراديكالية يعني في هذه الحالة كل وسائل يمكنها أن يكون لها دور فعال يمكنها بشرط أن تكون هناك الإرادة السياسية لوضع لأن أعيد وأكرر أعتقادي أصعب مهمة لأن مجمعية هذا علامة الساحل تواجههم مهمة صعبة ومعقدة جدا هناك أيضا دور ربما بعض المراكز المختصة كالمركز الإفريقي للدراسات والبحث حول الإرهاب كعيخت ألا ترون أن الرابطة بحاجة إلى الاستعانة بمثل هذه المراكز بتجربتها يعني كل وسائل كل هيئات يجب أن تتعاون فيما بينها علينا بمعنى أن في هذه تكون استراتيجية شاملة ومتكاملة متكاملة من حيث القطاعات متكاملة من حيث الفاعلين بمعنى الابتعاد عن الفكرة الخاطئة التي تقول أن كل هيئة كل جهاز هو الوحيد القادر على مكافحة الدول في أوروبا الغربية الدول في آسان تتفيقها هناك استراتيجية شاملة تتكامل فيما بينها بغض ما ضر عن التنافس لكن علينا أن تبتعد عن التنافس سيقول أن كل مركز كل طرف لهو القادر لوحده لهذه لأننا أمام ظاهرة مركبة ومعقدة بكل جوانبها ومن تمت تضافر الجهود ووضع جانب الخلافات ربما الشخصية خلافات الزعامة حوله كل واحد يريد أن يبرز على أنه هو القادر أو ما إلى ذلك أن يوصل الوصول إلى عمل استراتيجية مشاركة لأنه الرهان الأساسي هو كيف نقضي على هذه الراديكالية وخاصة تفكيك الخطاب الراديكالي وهو يطلب تضافر جهود جميع الأطراف اليوم كيف تقيمون عمل وحدة الاندماج والاتصال لبلدان الساحل وكذلك الرابط من أجل استقرار المنطقة من التهديد الإرهابي هي إلى حد الآن من الصعب الحكم على هذا لأنه خمس سنوات يعني فترة قصيرة لقضاء على ظاهرة تجدرت دون أنها نزلت في البداية في اعتقادي أنه مجرد إنشاء هذه الرابطة وهذه الهيئة هو شيء إيجابي في حد ذاته وعلى هذا الأساس أنه بحكم تعقيدات المنطقة الرهانات الجيوستراتيجية والجيو الاقتصادية وما إلى ذلك تعدد الفاعلين الإقليميين والدول وما إلى ذلك أنه أمام هاتين الهيئتين عمل طويل وشاق وعلى هذا الأساس أرى أنه من الضروري أن نترك هذه الهيئات تعمل وأن نضع كل الوسائل والإمكانيات أمام ولا يمكن انتظار النتائج في فضل يعني هذا العمل في اعتقادي أنه عمل على المدى الطويل ليس على المدى الخاصير ومتوسط ما هي الإضافة التي قد يأتي بها عمل الرابطة في إطار مقاربة الشاملة لمكافحة الإرهاب على مستوى الاتحاد الإفريقي ومصار نواكشوب هذه أو الإضافة هذه الرابطة شريطة أن تمنح لها كل الصلاحية وكل وسائل إضافتها أول نؤسسة تفكيك الخطاب الراديكالي لأن محاربة الراديكالية لا يكون فقط على مستوى الأداء على مستوى العسكري الأمني لكن حتى على المستوى التصورات بمعنى يعني في رسم مخطط مكافحة الإرهاب بطبيعة الحال في رسم مخطط مكافحة الإرهاب وقضاء على الراديكالية يكون أولا على الجانب الأول على المصب معنى تغيير الدهنيات والتصورات وهذا يكون من خلال تفكيك الخطاب الراديكالي وإحلال محلي خطاب يعتمد على مرجعية دينية يعتمد على تقديم الفهم الصحيح للإسلام هذا يكون أرضية تمهد طريق تسهل عملية مثلا الاستراتيجية الأمنية الاستراتيجية العسكرية لمكافحة الإرهاب ومن ثم إذا كانت هناك استراتيجية شاملة يجب أن تعتمد كثيرا على عمل هذه الهيئة شكرا لك أستاذ دريس شريف انتهى وقت الحلقة شكرا لك على قبولكم الدعوة كنت معنا اليوم شكرا مشاهدين نشكركم على متابعتنا نصل إلى ختام هذه الحلقة لقاؤنا الأسبوع القادم بحول الله مع خلف مشهدين جديد إلى اللقاء